بعد أن منّى الله تعالى على العراق بهطول أمطار غزيرة هذا العام سارعت الجهات المعنية ومنها حكومة صلاح الدين متمثلة بالمحافظ الدكتور المهندس عمار جبرخليل إلى استنفار كل جهود من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتهيئة سبول نجاحه كما عملت وزارة الزراعة على الاستفادة من هذا الموسم بزيادة الخطة الزراعية للموسم الصيفي لأكثر من ثلاثة أضعاف ما قرر العام الماضي المزيد في سياق التقرير التالي موسم زراعي يبشر بالخير في محافظات العراق ومنها محافظة صلاح الدين التي شهدت انتعاشا ملحوظا في المحاصيل الزراعية وذلك من خلال متابعة إدارة المحافظة والمتمثلة بالدكتور المهندس عمار جبرخليل لهذا القطاع الحيوي والذي بادر بعقد العديد من الاجتماعات مع اللجنة الزراعية في المحافظة بهدف دعم القطاع الزراعي وخدمة الفلاحين والمزارعين حيث كانت لمحافظ صلاح الدين جولات ميدانية في المناطق التي تحوي أراضي زراعية من أجل استثمارها ودعم المنتوج الوطني داخل صلاح الدين خصوصا بعد تعافي المحافظة وعودة نشاطها الاقتصادي والزراعي بعد أحداث عام 2014 واستمرارا لدعم هذا القطاع وجه محافظ صلاح الدين إلى إنشاء بناكر خاصة تهدف إلى استيعاب كميات كبيرة من محصول الحنطة خلال موسم التسويق وتغديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل الارتقاء بالواقع المعاشي للفلاحين والمزارعين بشكل عام من جانبها أقرت وزارة الزراعة الخطة الزراعية للموسم الزراعي الصيفي لعام 2019 مشيرة أنها تعادل أكثر بثلاث مرات من الخطة الزراعية الصيفية للعام الماضي الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف قال إنه تم إقرار الخطة الصيفية النهائية بمعدل يزيد ثلاث مرات عن الخطة الزراعية الصيفية للعام الماضي موضحا أن المساحات الكلية المقرة لزراعة محصول الشلب لهذا العام بلغت أكثر من ثلاثة وأربعين ألف دونما في حين كانت في العام الماضي خمسة آلاف دونما فقط وكانت لأغراض ديمومة البذور وللحفاظ على أصناف الرز إن الخطة الصيفية المقرة لهذا العام شملت زراعة كافة المحاصيل التي مونعت زراعتها في الموسم الصيفي الماضي وفي مختلف المحافظات وهي الذر الصفراء والذر البيضاء والسمسم والقطن والماشئ وزهرة الشمس إضافة إلى محدودية زراعة الشلب من جهتها شددت وزارتي الزراعة والموارد المائية المزارعين والفلاحين بوجوب التقييد بزراعة المساحات المروية والمقررة فقط وبخلاف ذلك يتحمل المتجاوزين المسئولية القانونية جرى تجاوزهم وعدم مسئولية الوزارتين عن أي تعويض في حال حدوث أي ضرر ويشهد الواقع الزراعي في البلاد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وإن وزارة الزراعة دعت الجميع إلى الالتزام بالضوابط القانونية من أجل المضي بموسم زراعي يسهم في توفير مرتكزات الأمن الغذائي للمواطنين ترجمة نانسي قنقر